من أكتر الأشياء المنتشرة في الأيام دي هي سرقة قنوات اليوتيوب بتأمن قناتك بالتحكم بخطوطين وبإيميل استرداد وبرقم موبايل للإسترداد الحساب وبرضه بتخترق قناتك لو عندك أي جيميل مهم معرض أنه يتسرق حسابك على الفيسبوك نفسه معرض أنه يتسرق جهاز موبايلك اللي انت ماسكه في إيدك ده معرض بسهولة جدا أنه يخترق أو اللاب توبل أو الكمبيوتر انت شغال عليه الناس بتسرق القنوات ومبيجيش حتى إشعار لسحب القناة وهو مفعل التحكم بخطوطين تأمين حساب قناتك على اليوتيوب تأمين قناتك من السرقة والإختراق تأمين حساب الفيس حساب الجيميل أي حساب عندك إزاي تأمنه بحيث أن يصعب أي حد أنه يخترق أو يسرق الحساب ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربكم الخير دايما أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب احنا شرحنا على القناة عندنا فيه فيديو مهم جدا اللي هو كيفية تنشأ قناة وتنسيقها وضبط القناة وتأمين حساب الجيميل بتاع القناة ده مشروح تمام كده وموجود الرابط في وصف الفيديو ده وكمان في فيديو مهم جدا اللي هو كيفية استرجاع القناة لو تسرقت لقدر الله طبعا هتقولي أن أنا قارتي ما تسرقتش هشوه الفيديو ليه لأ ما أنت فيه بيانات مهمة جدا لازم تخليها معك عشان لا قدر الله لو حصل الموضوع ده البيانات دي هتحتاجها علشان استرداد الحساب في معلومات مهم جدا في الفيديو ده هيكون موجود في وصف الفيديو ده طيب أنت جاي النهاردة اتكلمنا عن إيه جاي النهاردة اتكلمكم عن جراحت فين جاي النهاردة اتكلمكم عن اللي هي الفلاشة ديت اللي هو دي مش فلاشة دي اسم مفتاح الأمان أو USB Security مفتاح الأمان ده يعتبر أقوى حاجة في تأمين حسابك أي جميل عندك عايز تأمينه وتأمينه بالحسابة دي ايه دي الحسابة دي تم انت النهاردة جاي اتكلمنا عن ايه وخلاص احنا امننا قناتنا وامننا التحق بخطوطين والحاجات دي كلها لا ما انت قلتلك برضو ان انت قناتك معرضة وحسابك معرض للاختراق وفي قنوات كتيرة جدا ولسه احنا مرجعين قناتين في الشهر ده بس قناتين مسروقين قناة عليها تقريبا 8000 مشترك وقناة عليها تسعة وخمسين الف مشترك لسه مرجعينهم الحمد لله ورجعناهم لان يعني الحمد لله ربنا سهلها والقناتين رجعوا لكن انت لازم يكون معاك الفلاشة دي شايف الفلاشة دي كده دي مش فلاشة ده اسمه USB security او مفتاح الامان ده مهم جدا 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 لان ده محدش هيقدر يسرق حسابك اي حساب جيميل عندك اللي هو حساب الجيميل بتاع القناة يعني يسرق القناة او حساب فيسبوك او اي حساب عندك تأمنه والفلاشة دي او المفتاح الامان ده تقدر تأمن بي اكتر من حساب العدد لا نهائي يعني لو انت عندك اي حساب عايز تأمنه تأمنه بالفلاشة دي هتعرف كل التفاصيل في الفيديو ده طبعا انت لو حضرتك مدخل رقم موبايل على القناة اللي هو يعني رقم موبايل لإستبداد الحساب وكده ففي ناس لها سكك انها بتروح تطلع رقم تاني زي الرقم اللي معاك لو عارف الرقم بتاعك بيبدأ ان روح يطلع رقم زي اللي معاك في ناس لها سكك احنا مناش دعوا بعملوا الكلام ده ازاي بقى مع موظف مع كذا لهم ان هم بيروحوا يجيبوا الارقام او الرقم بتاعك بالضبط يطلعوا وبعد كده طبعا ايه يدخل على قناتك وبعدين طبعا يجيلوا بقت الكود او اشعاء يعني هيبدأ يتعامل زي وزيك بالضبط خلاص ومعاها رقم تليفونك فهيقول مثلا استرداد الحساب عن طريق الكود فهيجيلوا كود على الرقم اللي هو اصلا معاه اللي هو زي رقم موبايل بالضبط في طرق كتيرة جدا والناس في ناس عندها خبرة وفي انها تأذي الناس فانت لازم تأمن نفسك حتى لو معندكش قناة يوتيوب على فكرة حتى لو معندكش قناة يوتيوب لازم ان انت يكون معاك المفتاح ده لان في ناس حياتها كلها بتعتمد على ايميل ايميل معاها فبتعتمد علي حياتها كلها بتعتمد عليه او ان انت لو عندك قناة يوتيوب شغلك كله طبعا هيروح بان قناتك تتسرق فطبعا حاجة تزعل جدا جدا يلا نشوف كل التفاصيل وازاي ان احنا نفعل الفلاشة ديت وتمنها كام وكل التفاصيل عنها هندخل على حسابنا حساب الجيميل بتاعنا سواء كان حساب جيميل قناة لو انت معندكش قناة يبقى اي حساب عندك عايز تأمنه فهندخل بشكل عامل ازاي ان احنا نأمنه وعن طريق الكمبيوتر وعن طريق الموبايل تمام كده فنركز مع بعض وبعد ما اخلص هقول لك بات على تفاصيل مهمة جدا وتشتريها منين وبكام وكل التفاصيل دي كلها يلا ندخل على جهاز اللابتوب او الكمبيوتر اول حاج لما افتح جهاز الكمبيوتر اولابتوب بالنسبالي هيكون بالشكل ده كده هدخل طبعا يكون متسجل هنا دخول اللي هو الحساب بتاع الجيميل زي ما انتم شايفين كده على الشاشة فهبدأ ان انا اضغط على صورة البروفايل بتاع القناة تمام كده من متصفح جوجل كورون طبعا لان اليو اس بي سيكورتي او مفتاح الامان ده اه شغال مع الجوجل كورون معرفش في حاجة نزلت منه تانية شغالة مع متصفح تاني ولا لا هتبدأ ان انت تضغط على ادارة حسابك على جوجل زي ما انتم شايف هدير ادارة حسابك على جوجل هيفتح معاك الصفحة بالشكل انتم شايفينه ده كده هبدأ اضغط على الامان طبعا ده حساب جديد نعم يعني عشان لو حد عايز ياخد اي حاجة مني ياخدها ده حساب اصلا مش شغل معي طيب هبدأ ان انا انزل لتحت كده هبدأ اختار ايه بقى التحقق بخطوتين اهوت لما اضغط على التحقق بخطوتين ابدأ انزل لتحت يقول لك البدء اضغط على البدء طبعا بيقول لك دخل الرقم السري هبدأ ادخل الرقم السري واضغط على التالي بعد كده زي ما انتم شايفين كده فجاء لي دخل رخم تليفون دخل رخم تليفون هجيلك عليه كود اللي هو انا هعمل تحق بخطوطين عن طريق رخم التليفون طب ما انا اصلا ممكن حد اصلا يطلع شريحة تانية بالرخم التليفون ده هيبدأ بعد كده يخترق حسابي عن طريق التليفون انا اصلا مش هستخدم رخم تليفون خالص انا هستخدم فلاشة الامان ديت او مفتاح الامان ده تمام كده هبدأ ان انا انزل لتحت كده تمام انزل لتحت واضغط على عرض مزيد من الخيارات واختار مفتاح الامان اهو المفتاح الامان اضغط عليه بعد كده هل لديك مفتاح الامان تمام كده ابدأ انزل لتحت واقول له طبعا التالي بعد كده بيقول لك هنا بقت ايه بيقول لك ان ان انت هتستخدم مفتاح الامان وكده هبدأ ان انا اختار اوكي واضغط على اوكي بعد كده بيقول لك هنا اا استمرار بقول له استمرار بعد كده بيقول لك دخل. انسرط there into the USB. هبدأ ان اخذ الفلاشة دي. ودخلها في الفتحة بتاعت the USB بتاع الجهاز. تمام? ركزوا معا. زي ما انتم شايفين كده دولاتي قدامكم. اله لما حطيت الفلاش بقدر التناورا زي ما انتم شايفين كده. بس بيقول لك here by time tutsch lossy. لازم ان انا. لازم ان انا اخذ صباعي كده. اخد صباعي اه. ابدأ ان انا اضغط عليها كده. اول ما اضغطت عليها. شايفانها يتعرف عليها. كده خلاص تمام? بدأ ان يتعرف عليها. بيقول لك حط المفتاح اسمه طبعا للمفتاح. مسلا اي شيء. تمام كده? اي اسم ان عايزه? تمام? وابدأ اضغط على تم. تمام? ضغطت على تم. قال لك خلاص ان انت خلاص كده تم تفعيل التحقق بخطوطين عن طريق مفتاح الامان. اهوت. جمي منه كلمة ايقاف لو انت عايز استعمال ايقاف. مفتاح الامان اهوت موجود تم الاضافة الان. خلاص كده تمام كده لو انت اي حد دخل من اي جهاز تاني. هيبدأ يطلب منه اللي هي خلاص انا طلحها من الجهاز خلاص. اذا طلحتها. كده خلاص كده اي حد يفتح من اي جهاز تاني. انت نفسك لو جيت اصلا تفتح من موبايل او من اي جهاز تاني. هيطلب منك مفتاح الامان. طيب تمام كده? احنا كده فعلنا عن طريق الكمبيوتر. ولا بقت لو انت مدخل رقم موبايل. موبايل السرداد رقم موبايل السرداد او اي شي من ده احزفه. احزفه لان ده خطر برضو على القناة. لو انت عامل اي وسيلة تانية. لو انت خلاص معاك المفتاح ده. وعمل اي وسيلة امان تانية. زي مثلا اللي هو التطبيق مثلا اللي هو بتاع اللي بيجي لك عليه كود. اللي هو الرسالة النصية. تمام كده? اللي هو سيب حاجة واحدة بس اللي هي ايميل السرداد. وايميل السرداد ده هو كمان تدخل عليه وتبدأ ان انت برضو تأمنه بمفتاح الامان. يبقى حتى لو حد معا ايميل السرداد وفكر انه يسرق قناتك ان يجي له مسلا رابط او كود تأكيد على الايميل بتاع الاسترداد ده لو هو عرفه يعني او اخترق الحساب وشافه. فانت اصلا مفعاله هو كمان اصلا بال او مفتاح الامان. وبالتالي هو يدخل عليه ازاي اصلا? هيطلب منه الرقم السيري والكلام ده كله. وهيقول له طبعا دخل مفتاح الامان. فانت مأمن الحساب ده وايميل السرداد كمان. هعرفكو بعد شوية اه بالنسبة للموبايل لو انت اشتريت الفلاشة دي تفعلها زي عم طريق الموبايل. طيب خليني اتكلم في نقطة مهمة و احنا فاتحين الصفحة اللي قدامنا دي. لو انا قناتي تسرقت اعمل ايه? اه سوالي مش ديه. لو انا قناتي انا نفسي انا نفسي اصلا الفلاشة راحت مني. اصلا الفلاشة ديت راحت مني. اعمل ايه? ما انا كده مش اقدر افتح قناتي اقرب نفسي كمان. نفسي. فانت عندك دروات ايهיل السرداد. تقدر ترجع القناة32 با سرداد. عندك حاجة تانية كمان مهمة جدا جدا ان انت بتنزل تحت كده هنا وانت في نفس صفحة بتاعة اللي هي تحق بخطوطين. بتضغط على الرموز الاحتياطية. هدغط عليها. اول ما اه دغطت على الرموز الاحتياطية. قال لي طبعا دخل الرخم السيري. ادخل الرقم السيري وادغط على التالي. بيقول لك الحصول على الرموز الاحتياطية اضغط عليها. جاب لك طبعا هو رموزهية موجودة قدامك. دي طبعا بتستخدم لمرة واحدة. هبدأ ان انا اخدها يا اما ان انا اطباحها لو عندي برينتر منتصلها مع الجهاز. يا اما ان انا اخدها اكتبها فرقة. واحسن حاجة طبعا انت اما تطباحها اما تاخدها ايه تكتبها فرقة وتعينها معك. اه مع البيانات ده هات الحساب طبعا الاميل والرقم السيري والكلام ده كله. طيب دي تقدر انت تسترد بها القناة لو انت الفلاشة راحت منك. كويس كده? تمام. اه طبعا ما تقول ليش ان انا اخدها سكرين وخليها على الجهاز. ممكن حتى نخترق الجهاز نفسه الموبايل او الكمبيوتر. خلاص كده تمام? يبا انت معاك ايميل السيردات ومعاك اللي هو الرموز الاحتياطية. اي وسيلة تانية محناش عايزينها تاني خلاص. اوكي? تمام? تمام. انت ممكن تعمل حركة كويسة كمان يعني لو انت يعني الامور تسمح يعني ان انت تجيب لك اتنين من دي. مش واحدة بس. وعلى فكرة تقدر ان انت تعمل تأمين الحساب باكتر من يو اس بي سي كورتي. يعني ممكن تجيب لك اتنين مسلا واحدة معك في المفاتيح كده. واحدة متعانة. بحيس لها واحدة راحي تبقى التانية موجودة معك. طبعا اه في انواح كتيرة من يو اس بي سي كورتي ديت. في اه يعني النوع ده. طبعا هو بيدعم كمان حاجة اسمها لن اف سي. واعرفكم هي ايه. طبعا النوع ده بحوالي الازرق ده بحوالي اه بحوالي اه بالريال بحوالي ماتين وتسعة عشر ريال سعودي. اللي هو تقريبا اه من خمسين لستين دولار. تقريبا يعني. من خمسين لستين دولار. اه ده من على امازون. مش هتلاقيها طبعا في السوق المحلي. معرفش متوفرة ودلقة دلوقتي. لكن طبعا بتجامل على الامازون. اي ان كان انت موجود في انه دولة. هتقدر تجامل على الامازون. امازون مصر امازون السعودية اي امازون. طيب بالنسبة لي الفلاشة ديت في منها انواح كتير. في اكتر من نوع في نوع اسود في انواح كتير. في انواح كمان اغلى من دي كمان. تمام كده. في انواح كتير منها. ده شكل العلبة بتاعتها. تمام كده? انا لسه فتحها على فكرة يعني. تمام? فقلتها وره لكم. طبعا مكتوب عليها فوق سيكيروتي كي ان افي سي. ان افي سي ده يعني ايه? يعني انت مثل لو بالنسبة للموبايل الموبايل بتاعك الموبايلات الحديثة معظمها بيدعم ح فكرت ان انا افعل الفلاشة ديت من على الموبايل او ان انا مسلا حتى فعلتها من على لاب توب بس جيت افتح الحساب لأول مرة من على الموبايل. هبدأ ان انا ادخل من على جوجل كوروم. واعمل تسجيل دخول عادي خالص زي ما انا عملت كده من على ايه? من على اللاب توب او الكمبيوتر. تمام كده? هيقول لك بات ان انت دخل ايه بقى? دخل اليو اسي بي سيكيروتي. طب ادخل اليو اسي بي سيكيروتي ازاي? ديت اصلا فتحة اليو اسي بي. وهنا ممكن مسلا النوع ده اللي هو النوع الجديد اللي هو اللي هو او ممكن النوع الاديم بتاعك. تمام كده اللي هو الفتحة الصغيرة. كيف انت علشان تفعل عن طريق الموبايل او تدخل عن طريق الموبايل. يما تجيب الواصلة زي ما قلت لك. الواصلة تركب ما بين الفلاشة او الو اسي بي سي كوردي ده. وما بين الفتحة ديت. يعني ايه? بيدخل لك الايه? اه بيوصل لك واصلة ما بين هم الاتنين. وبالتالي تقدر انك تتفع لها. تدخل على حسابي. زي ما انا دخلت بالضبط كده من الكمبيوتر. هتدخ برضو انت على حساب جوجل من جوجل كوروم متصفح جوجل كوروم وتدخل وتضغط على ادارة حسابك على جوجل وتدخل على الامان وتبدأ ان انت تعمل موضوع ده. طب تمام. او ان انت لو موبايلك فيه خاصية اسمها الان اه اف سي. ان اف سي ديت. تمام ان انت بعد ما تدخل ده الفلاشة ديت هتبدأ انك تفعل الان اف سي بيكون موجودة اصلا اه في الموبايل. الموضوع الحديثة معظمة موجود فيها. اه وبعد كده هتروح جاي مسك الفلاشة كده حاطتها كده جمع منك كده. وتروح جاي ضغط على ايه? على هنا على التاتش ده. او على المكان ده المفتاح ده كده. خلاص كده تمام? هيبدأ انه اقراها على طول بدون وصله لاي شيء. لما ديكت اشترامنا على موقع امازون مسلا اكتب ايه مثلا? هبدأ ان انا اكتب ادخل على امازون مصر واشوف. لو انا فتحت مثلا امازون مصر تمام? تقدر تفتح امازون السعودية اي مكان انت فيه. فانا فتح امازون مصر هبدأ اكتب فيه هنا يو اس بي سي كوريتي. اول ما كتبت يو اس بي سي كور اضغط عليها. بيجي للنوع الوقت اللي انا لسه موريه لكم. هنا بكم؟ الرخيص والله ب 820 جنيه. يعني نفس الشكل بالزبط هو شايفين? النفس الشكل انتم شايفونه على الشاشة هو الشكل اللي انا جايبه. ب820 جنيه. فيه انواح تانية كمان ب1390 جنيه. في حاجات تانية. تمام كده? ده موجوده على امازون. لو انت داخل برضو من ايه مكان انت نفس الكلام. او ممكن تكتب مفتاح الامان. تمام كده? اه مفتاح الامان. يبا انت هتلاقي الموجود هتبدأ ان ان انت تدفع اه وتبدأ انها هتجي لك لغاتي البيت. ما فيش اي مشكلة. نصحتي ليك بقى ان انت شغال على السوشيال ميديا. عندك حساب مهم. عندك جيميل مهم. عندك قناة وبترفع عليها حاجات. تقول لي انها القناة لسه مش كبيرة. الناس بتسرق القنوات وعليها حبت الف مشترك. وعليها خمسوات مشترك. في ناس بتبقى يعني بتحب تضر الناس. فانت مش في الامان. وانت معك فلاشة دهيت. او يليو اس بي سيكورتي ده. فانت في امان بنسبة كبيرة جدا. لان ان انت انت مو موضوع السوفت وير ان هو يخترق سهل. يعني ممكن انت اه حد مسلا يخترق مسلا سوفت وير سهل. طب هيخترق الهارد وير ده ازاي? دي حاجة هارد. حاجة ان انت على شاء خاطر تسمح له ان يدخل من جهازه. يقول لك دخل ما انت معك. هل لسه 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 الغد دلوقتي ما فيش حاجة او تكنولوجي تعملت ان هم يخترقوا او الفلاشة لديت حد كده يطلحها من الدولاب مسلا انت عينا معك في الدولاب. وطبعا بيقول لك دخل فهو هيسحبها من عندك وياخد ودخلها عنده ولا يعمل ايه? دي حاجة قطعة موجودة معك. مش سوفت وير برنامج انه يخترق من خلاله. انت ممكن تقول لي انت ممكن حد برضو يخترق الجهاز ودي معاك. ما هو انت معلش بقى ما يجيلكش مسلا رابط. في دبان الرخمة. مسلا في مسلا رابط تمام كده وانت ضغط عليه. والرابط ده مسلا رابط اختراق. وتبدأ ان انت يقول لك ان دخل تمام مثلا او حد اخترق بنانا على الرابط ده بدأ انه يدخل على قناتك مثلا ويقول لك دخل تروح انت ساتك بقى واخد الفلاشة تروح جاي ايه مدخلها بقى او حاطت عليها اصباعك كده وتأكد عليها يبقى هو كده اخترق انت اللي بتسمح له هم دي معاك انت اللي بتسمح له ولا لأ. كده انا ايه يعني اه يعني انا بصراحة كنت عايزة اعمل الفيديو ده من فترة وفي ناس كتير عابلين شروحات طبعا الموضوع ده على اليوتيوب. ولكن طبعا برضو انا حبيت اننبع الموضوع ده نظرا للايام ديت سرقت القنوات والحسابات والحسابات والحاجات دي كلها بقت كتير جدا جدا. فان انصحكم ان انتوا تشتروها والله يعني احنا بروح ندفع الف والفين جنيه وتلت تلاف جنيه في ان احنا نشتري المشتركين وبتاعة ده ومشاهدات ومش عارف ايه فدية يعني مهمة جدا ان انت تكون يعني مطمئن كده وايه وحاطت في بطنك بطيخة اه صيفي. تمام? اتمنى لكم التفيق والسعادة لو انت عندك اي سؤال اي سبصار اترك اترك يا عمو في ايه? اتمنى لكم التفيق والسعادة ولو انت عندك اي سبصار اي شيء اترك في التعليقات ولو انت حابب ت اشترك في القناة لو انت اول مرة تشوفني دلوقتي تشوف الخلقة دي قدامك فاشترك في القناة هيصلك كل جديد ان شاء الله حوالين حوالين حولة الربح من اليوتيوب والسوشيال ميديا والبرامج والمنتاج والاشادي كلها تحياتي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته